الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن العبد لما يستشعر أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وهو الذي بيده الخلق والأمر وهو الذي أوجدنا من العدم وهو الذي لا زالت علينا نعمه تترى وهو الذي سنرجع إليه وسنقف بين يديه فيحاسبنا على أعمالنا كلها قليلها وكثيرها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فإن ذلك يدعوه إلى أن يتأمل في أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى وأسماء الله كلها حسنا ليس فيها شيء معيب وليس فيها شيء يتضمن نقصا بل كلها تدل على أفضل المعاني وأحسنها وأكملها ولذا علينا أن نألها الله وأن نعبده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ومن عبوديته أن نعرف هذه الأسماء وأن نتأمل المعاني العظيمة التي اجتملت عليها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة وإحصاؤها يكون بمعرفتها ومعرفة معانيها والتأله والتعبد لله بمقتضى معاني تلك الأسماء وليس في هذا دلالة على انحصار أسماء الله في هذا العدد وإنما الأجر المرتب في هذا الخبر المتفق عليه يصدق على تسعة وتسعين اسماء وإن كان قد يكون له سبحانه وتعالى أسماء غيرها وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعاء يتضمن أن لله أسماء أخرى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في هذا الخبر من جهة إسناده ورأى آخرون تحسينه ورأى بعضهم أن له شواهد تقويه فإن رب العزة والجلال قد أخبر بأنه قد سمى نفسه بالأسماء الحسنى كما في قوله جل وعلا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ومن هنا علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بدراسة هذه الأسماء ومعرفة أحكامها ومعانيها وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة حتى يكون هذا من أسباب قيامنا بعبودية الله سبحانه وتعالى ومن هذا المنطلق كانت فكرة هذه اللقاءات في التعرض لأسماء الله الحسنى وبيان معانيها بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين